خليني أنا هايستعرف عليك الحقيقة أنا الحقيقة برضو اندهاشت جداً ما اندهاشتش قوي يعني بس اندهاشت ان انت طبيب في الأساس يعني ضيعت عمرك في التعليم يعني طبعاً بس فيه دكتور يحيى الفخراني طبعاً 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 دكتور يحيى الفخراني والله يرحمه الدكتور عزة تابعه والناس دي طبعاً والدكتور يحيى الفخراني وده المثل الكبير والدكتور عزة برضو التعارفة التمثيل ده ستو عامل لحاجة زي الإدمان كده لما بينديك حتى بتحس ان انت طول الوقت أنا اتذكر ان انا من وانا طفل وانا عايز اعمل ده بس انا طبعاً متربي في الأقليم ومتربي مش مقاهرة من المروفية وأهلاً وسهلاً بك وبالإضافة لان انا منتربي في أسرة التعليم كان تعرف احنا في الأقليم أكتر من القاهرة شوية أيها يعني لازم تخش كلية وكلية كبيرة ولازم تخش كلنا تلاقي الشارع كله في كل الطب فما كانش فيه فرصة ان لحد حتى يقول أنا عايز امثل كل واحد حتقابليه في حياتك سبحان الله كأنه جاي يقدي دور ربنا بيصخر بلك يعني زي ما يقولون تيصير ربنا طبعاً طبعاً ان ربنا أراد لك الوجود في الحتة دي فيصر لك بالزبط وجعل لك أسباب عن طريق الأستاذ فلانة أو الأستاذ علانة دول أسباب أسباب بس باب لحد ما وصلنا لدور الناس كلها مش طيقات بالزبط الناس كلها مش طيقات شوف ده أنا عحكيلك على حاجات كوميديا جداً احكيلي تفاصيل بلا الناس تحب تسمع طبعاً الناس بيشوف المسلسل لكن اللي ورا المسلسل طبعاً مش شايفينه مش شايفينه يعني مثلاً ضمن الحاجات اللي إسم أبوتالي دلوقتي مثلاً محل سوبر ماركت فكاتب إن بمناسبة لأن جعفر العمدة تسجن وخرج براءة وخرج براءة مبارة فكاتب بمناسبة خروج جعفر العمدة خصم 10% لكل عائلة جعفر العمدة مع عدل عق كرم فضان جامت خصم والبورجر مثلاً بمناسبة محلات برجل وبتاع بمناسبة لا أستاذ ده فيه صيدلية وصيدلية عملت خصمات وخصمات وشعلت المنتجات ايه صحة والزبط محلات المجوهرات لأن احنا طلعين جواهرجية عجوة من أصحاب محلات المجوهرات يقول لك كم مجوهرات كذا تعلن مقاطعة عن استلام أي عمل أو أي مشغولات ذهبية من عائلة حمادة فتح الله وكرم فتح الله يعني بالزبط الأستاذ طارق النهري كان كل يوم يكلمني يقول لي يا ابني حرام عليك حرام عليك أنا مش عارفة ربي يعني ما هو طلع هو أبونا وبعدين لما دلال بقى طلعت معانا كمان راخرة يعني كانت دلال مرات جعفر ففجأوا كمان إن دلال ليها دخلة في العيلة بقى كمان ودخلة عاملة مشاكل وكده فقال لك لا فتح الله فتح الله مطروها العيلة كلها دلوقتي بقت عيلها صعبة شكرا